يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قل هذه سبيلي أدعوه إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فإن الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت استطعت إليه سبيلا فالصلاة هي عمود الإسلام كما في الحديث رأس الأمر رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله في الصلوات الخمس قال الله جل وعلا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً أي مفروضاً في أوقات معينة وهذه الأوقات مجملة في قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ذكر ثلاثة أوقات عند دلوك الشمس وصلاة الظهر إلى غسق الليل وإذا يدخل فيه صلاة العصر صلاة المغرب وصلاة العشاء والفجر قرآن الفجر وقرآن الفجر عبر عن الصلاة بالقرآن لأنها تطول فيها القراءة في صلاة الفجر كان مشهوداً يعني تحضره الملائكة الحفظة ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة الفجر كما صحة في الحديث هي صلاة العصر فهذه الصلوات فرائض واجبات وما عداها من الصلوات فإنها نوافل والنوافل تكمل فيها الفرائض وهي تنقسم إلى قسمين نوافل مطلقة ونوافل مقيدة وهي الرواتب التي مع الفرائض ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان الفجر هذه رواتب تكون مع الفرائض وهي عشرون ركعة وما زاد عن ذلك صلاة الليل فهذا أكمل وأتم فإذا جمع مع صلاة الفرائض ومع الرواتب ومع جمع معها صلاة الليل قد استغرق وقته في عبادة الله عز وجل والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر